الخطوة الثالثة انك تجاوب على سؤال البلاغة وسؤال الالوان البياني ازاي تجاوب على سؤال اللون البياني لازم تعرف ان انت يكون معاك اربع صواريخ بتضربهم على السؤال بالترتيب ما تقدمش خطوة على خطوة اول سؤال تسأله للجزء اللي بتسأل عنه مثلا دحان سنوية عامة 2021 بيقول ميز الصورة البيانية في قول الشاعر حنت ظهر وظهره انا عندي اربع صواريخ هل هناك فعل كداب هل هناك اداة تشبيه هل شيء يحدث ونحن نبالغ فيه اين المشبه ومشبه به دول الاربع صوار عسأل سؤال هل في فعل كداب حنت ظهر وظهره ايوه الظهر ما بيحنيش ظهره بدان في فعل كداب يبع على طول دية استعارة مكنية خلاص من انت مغمط كده طيب ناخده مثال تاني برضو نفس الامتحان السؤال اللي فاده سبعة اللي دبقى سبعة واشر بين نوع الخيال وقمته في عبارة تغيب عنها الابتسام نسأل اول سؤال هل في فعل كداب تغيب الابتسامة الابتسامة بتغيب لا تغيب الانسان يبقى ساعتها ده على طول فعل كداب استعارة مكنية وانت مغمط دي بقى ده الاختيار التالت على طول امتحان سؤال رقم 19 برضو قالت 2021 ادبي استنتج من القصة استعارة مكنية هتدور على فعل كداب اول ما تلاقي فعل كداب هو ده الاستعارة المكنية عندك اول اختيار تمنع عينيها ان تسترسله في النظر يعني العين بتبص وانت عملت بنحها تزوقها النحية التانية حتى لا تسترسل في النظر ده فعل كداب يبع على طول ده استعارة مكنية ناخده امثلة بقى ما جدت في الامتحان بيقول لي ايه محمد يغرد هل ده فعل كداب اه فعل كداب بقى استعارة مكنية على طول طب محمد كالاسد شجاعة هل ده في فعل كداب لا ما فيش فعل كداب يبقى اسأل للسؤال رقم 2 من عندي اربع اسئلة هل هناك اداة تشبيه يعني اداة تشبيه اداة تشبيه زي كاف كأن مثلة يشبه في واحدة من دول اه في كافة هي يبقى ده في اداة تشبيه بعدين في اداة تشبيه بعندي ثلاث احتمالات يا مفصل يا مجمل يا تمثيلي مش هدور غرفيهم طب ايه الفرق بالمفصل والمجمل والتمثيلي المفصل عبارة عن اربع اركان مشبه ومشبه بي اداة شبه ووجه شبه محمد كالاسد شجاعة يبقى ده مفصل مشبه محمد كأداة تشبيه الاسد مشبه بي شجاعة ووجه شبه طب المجمل اطير واحد من دول ما يكونش مشبه ولا مشبه بي يعني يشيل اداة التشبيه يشيل وجه الشبه اول محمد كالاسد بس او محمد الاسد شجاعة يبقى تشبيه مجمل او تجبيه تمثيلي يعني ايه تجبيه تمثيلي اصور حالة بحالة حكث اتنين مشبه مع اتنين مشبه مع وجود اداة يعني مثلا ايه محمد وسط زملائه كالاسد وسط النمور يبقى فيه محمد وزملائه والاسد والنمور وفيه كاف بينه يبقى اتنين مشبه واتنين مشبه بيه وفيه كاف ايه منه طب محمد كالاسد شجاعة أدفل الأربعة يبقى تشبيه مفصل طيب محمد كالأسد بدي في أدفل كداب لأ ما بيش فعل كداب طيب في أدفل تشبيه طيب دول كانوا أربعة ولا ثلاثة لدول ثلاثة يبقى تشبيه مجمل طيب انقض المجاهدو على العدو كما ينقضو الوحش على الفريسة أنا عندي في فعل كداب لا ما فيش يبقى نمسك في أدفل تشبيه آه في كيف الكيف دي يبقى عندي مفصل مجملية تمثيلة هنا ما بيصورش حاجة بحاجة بيصور حاجتين بحاجتين بيصور الانقضاط بتاعة المجاهد على العدو يبقى الانقضاط ومجاهد والعدو وانقضاط الوحش على الفريسة يبقى المجاهد بالوحش والعدو بالفريسة اتنين واثنين وفيه اداة تجبيه بتاعة اسمه تجبيه تمثيلة طيب محمد يعرف كل شخص في البلد فيه فعل كذاب محمد يعرف ده مش كذاب امتى يكون كذاب ام قول محمد يغرد محمد يفترس لكن يعرف ده الفعل بتاعه طب محمد يعرف ده الحاجة دي فيه اداة تشبيه مفيش لا يمكن يكون لمفصل ولا مجمل ولا تمثيل نبدأ نخش في الساروخ رقم ثلاثة ايه الساروخ رقم ثلاثة اللي هو محمد يعرف كل شخص فيه البلد ده الساروخ رقم ثلاثة هل حاجة بتحصل وحنا بنبالغ فيها اه محمد يعرف اشخاص ياما بس مش كل شخص يعني يبقى ده كنية على طول طيب نخش العلم نور هل فعل كذاب لا مش فعل كذاب فيه اداة تشبيه مفيش اداة تشبيه طب العلم نور دي حاجة بتحصل واقعيا وحنا وحنا بنبالغ فيها لا العلم مش نور مش بتحصل واقعيا العلم الكتاب ما بننورش بالليل طيب ندور عن مشبه ومشبه بيه ده الساروخ رقم اربعة والاخير العلم مشبه والنور مشبه بيه بعندي مشبه ومشبه بيه بده ما عندي مشبه ومشبه بيه بعض التشبيه بليغ طيب نسيلي بعد كده يد العلم هل في فعل الكداب مفيش فعل الكداب فيه أدات تشبيه مفيش أدات تشبيه فيه حاجة بتحصل وإحنا بنبالغ فيها العلم اللي وش إيد يبقى ما تحصلش يبقى الصالوخ الرابع أين المشبه والمشبه به المشبه العلم والمشبه به الإنسان الذي له يد طيب العلم المشبه موجود الإنسان موجود لا مش موجود يبقى لو عندي مشبه بس يبقى على طول استعارة مكنئة يبقى الصالوخ الرابع يبقى دور على المشبه والمشبه به لاقيت واحد ما لاقيتش المشبه بيه اسطعارة مكني لو لاقيت مشبه بيه ما لاقيتش المشبه يبقى اسطعارة تصرح زي انتصرت أسودنا في أكتوبر أسودنا هل في فعل كذب ما انتصرت الجنود الأسود يعني الجنود مش كذب ولا حاجة طيب هل في أداة تشبيه لأ هل في حاجة بتحصل واقعية أن الأسود كانت في حرب أكتوبر بتعمل ايه ua دي حاجة ما بتحصل طب نعمل ايه نقول شبه الجنود بالقصود الجنود مشبه مش موجود والقصود مشبه بموجود بقت استعارة تصرحية بقت استعارة تصرحية طيب اخر سؤال في يقولك دلل من الابيات على استخدام الشاعر للصور البيانية الممتدة يعني ايه صورة بيانية ممتدة ده برضو كنتحان 2021 يعني مشبه واحد ومشبهات ياما يقولك محمد يفترس ويزقر يفترس ده يعني اسد ويزقر اسد يبقى عندي بشبهه وكذا يبقى محمد ده مشبه وليه اقصر مشبه بيه طيب ساعته ايه اللي بيحصل بقى نسميه صورة ممتدة وجايب لي اربع جمل هو الحق جاء يبقى كده صورت الحق بشخص فهو غريب يبقى صورته بشخص وشخص غريب ده هي ده صورة الممتدة ان انا حط المشبه وحط اكتر من مشبه به طيب نقول قبل هذا استغفال الله دي والا قدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر